هلا والله بالشباب شوكم ان شاء الله بخير اقدم لكم اليوم شرح جديد من قناة الرحال اذا تلاحظون عدنا ستلاهيد او بن سكاي عاطل بكرت والاعطال اللي وجدناها بداخله هذا امامكم وهذه المكثفة وعدنا فيوز مفجور وعدنا اثنين دايود هذي هو امامكم هاي دايود هذي اثنين عاطلات وقمنا باستبدال هن اه بقطع ثانية وشغلنا الجهاز وحبينا انه شرح لكم وطريقة الفحص مالاتين حتى اذا صار احتتكم هاي المشكلة تقدرون تتلافوه هسه نبدي نفحص قطع قطع امامكم نخلي جهاز الفحص على الصافرة اذا تلاحظون على هذي الصافرة هسه نبحص امامكم ونشوف الاعطال اللي صار عندنا اذا تلاحظون هاذا الدايود جاي ينطينا صافرة اذن هذا مشرت ومنتهي الثاني ايضا مشرت ومنتهي هسه نشرح لكم وشون قمنا بصيانة هذي الجهاز اجينا اول ما اجينا فحصنا الجهاز وجدنا انه الفيوز الخاص به عاطل ومفجور قمنا باستبداله بهذا الفيوز بعدها لاحظنا انه المكثفة مفجورة وصار بي انتفاخ وايضا قمنا باستبداله واهم شي تنتبهون عندما تقومون بتبديل المكثفة انه تنتبهون على السالب والموجب اذا تلاحظون هذي جهة السالب والجهة اللي ما بيها خط جهة الموجب بعد ما قمنا بتبديل القطعتين وجدنا انه الجهاز جاي ينطينا مصباح عندما نخليه على السيريز ينطينا مصباح نارة قوية فوجدنا انه اكو بعد اعطال فاعرفنا انه بعد اكو اعطال بالجهاز قمنا بفحص هذي الديودات ووجدنا انه موجود اكو الطبق او شورت بالقطع فحصنا وجدنا انه قطعتين اللي يذني هنه عاطلات وصار بي المشكلة وذا تلاحظون هذا الحرق اللي يصير بالجهاز هذا موكم وهذا القطع اللي قمنا باستبدالهم هذه قطعة واللي بصفها قطع ايضا قمنا باستبدالهم وعوضنا عن الفيوز بهذا القطع الدارية ايضا الفيوز وهذا المكثفة اللي قمنا باستبدالهم وحبينا انفهمكم على هذه الاعطال حتى اذا صارت عندكم بالبيت تقدرون انه تستطيعون انه الصلحة اهم شي بالفحص تنتبهون على فقرة هي السيريز انه عندك سيريز وتلحص على المصباح عندما تنطي تيار للجهاز تنطيه عن طريق المصباح عن طريق السيريز حتى لا يصير بمشكلة بالجهاز ويصير بيعطل ثاني هسه راح نربط الجهاز ونشغله معكم ونشوف شلون طريقة الشغلة راح نربط الجهاز ونرجع لكم رجعنا لكم شباب بعد ما قمنا بتثبيت الجهاز بالكامل وهسه راح وهسه راح نشغله معكم ونشوف طريقة العمل مالته نجي الربطة دائما ننتبه على انه تربطو على السيريز اذا تلاحظون على المصباح وتشغلون الجهاز هسه ما بكم ننتظر شوية بين ما يشتغل اذا تلاحظون الاشارات الخاصة بالجهاز بدين يشتغلين وظهر عندنا ارقام وهسه راح نشوف جاي يشتغل صحيح له باشكال اذا اذا الارقام جاي تتحرك والشغلة مضبوط اذا تلاحظون هاي الارقام جاي تتحرك هسه ما بكم الجهاز شغال وان شاء الله ما بي اي مشكلة بعد وهذه كانت طريقة صيانة الرسيفر او ستلايت او في سكاي ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة